كوثر من السعودية تسأل عن القرين تقول يعني هل القرين والقرينة والمس العاشق يؤثرون على الصيام وما هي الأشياء التي يمكن يقرأها الإنسان كوثر بارك الله فيك بالنسبة للقرين والقرينة والمس العاشق حيث ما يؤثر على الصيام الإنسان فإذا كان الإنسان مبتلى بالمس فلا علاقة للصيام بالمس وأما إذا كان المس هذا والقرين يخيل للإنسان أو يريه صور معينة ويتفاعل معها وكذا يجب عليه أن يستعيد بالله تعالى من الشيطان الرجيم ولا يستسلم لمثل هذه الخواطر والواردات التي يقذفها الشيطان حتى يفسد على العبد الصيامة لأن تعلمين بأن الصيام لا يفسد إلا بالتعمد بارتكاب أحد ثلاث أشياء إما الأكل وإما الشرب أو الجماع وأما نزول الاستمناء إذا حصل بتعمد وقصد فسد الصوم عليه القضاء أما إذا حصل من دون قصد ومن دون تعمد كإنسان احتلم وهو نائم مثلا أو إنسان مثلا يدافع هذا الأمر مدافع لكن واضح هو عنده مس أرجو الله تعالى أن يغفر له ولا شيء عليه بالنسبة للقراءة بارك الله فيك يعني الإنسان المفتلى بمثل هذا يحرص على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الخروج من المنزل وأذكار الدخول إلى المنزل وأذكار الدخول إلى المرحاض وأذكار الخروج من المرحاض بحيث دائما يحرص على أن يكون ملتزم لذكر الله سبحانه وتعالى لأن ذكر الله مطرد للشيطان وكذلك يسعى في الرقية الشرعية على نفسه أو من خلال شخص موثوق بدينه وأمانته واتباعه للسنة يعني يرقي هذا الإنسان ولا يجوز للإنسان الذي ابتليه بمثل هذا الأمر أن يعني يسترسل معه أو أنه يرضى به لا وإنما يدفعه لأن هذا أمر محرم وهذا ظلم من الشياطين إذا تقصدوا الإنسان هذا ظلم منهم والإنسان يدفع الظلم عن نفسه ولكن بالطرق الشرعية شكرا